محمد الصغير نوري دكتور في اقتصاد التنمية خبير في التخطيط الاستراتيجي ومهندس في التقنيات الحديثة مؤسس الاتحاد الوطني للمستقلين ومستشار بلدي أنا ما ترشحتش باش نزيد نطول في القائمة بتاع المترشحين وإلا باش نقتنم فرصة أنا موش بتاع هذا أنا ما ترشح على خاطر تونس في وضع صعب وشعبها يعاني ومصير تونس مش يتقرر في الانتخابات هل استقبل تونس مش يتقرر تو في المرحلة الجاية من تونس محتاجة إلى رئيس من خارج المنظومة اللي شدت الحكم لعدة سنوات وفيش لب وأنا من خارج المنظومة وكما قال الفنان يشهد الله هو الزمن لم أكن في يومي منكم تونس في المرحلة الجاية محتاجة إلى رئيس يحكم بمنطق الاقتصاد والتنمية والتشغيل مش بعقلية الصراعات الحزبية والمناورات السياسية وأنا خبير في اقتصاد التنمية واللي همني في تونس هو الاستثمار ضعث المشاريع تشغيل باش شباب يواللي يخدم باش الانتاج يطلع باش الدينار يتحسن وباش المواطن التونسي كي يمشي باربعين دينار يخرج باربعين دينار يروح بالقفة مليانة تونس في المرحلة الجاية محتاجة إلى رئيس مستقل لا ولاء له إلا لتونس ولمسلحة تونس وأنا مستقل وأنا مستقل على كل الأحزاب على كل الإيديولوجيات مستقل على أي قوة في الداخل أو في الخارج وتذكياتنا جات من المواطنين قدمنا اليوم 15 ألف تذكية ولكن نظرا لذيق الوقت ما زلنا نخدم على التذكيات وإن شاء الله نوصل لحوالي 30 ألف مواطن مزكين تونس في المرحلة الجاية محتاجة إلى رئيس يلم الشمل ويجمع التوانسة ويشيف الرقم وأنا بصراحة ما عندي أي عداوة أو أي صداقة خاصة مع أي طرف أنا اللي يهمني وأن التوانسة يتلم ويتوحده حول برنامج حول مشروع صحيح ويبنو تونس تونس في المرحلة الجاية محتاجة إلى رئيس عنده برنامج أنا خبير في التخطيط الاستراتيجي ونعرفش معناها برنامج نجم أقول لكم بأن تونس حكمت منذ 9 سنوات بلا برنامج هذاك علش دمرنا بلادنا أنا عندي برنامج والبرنامج هذايا تمت سياقته على مدة 8 سنوات تمت تجربته واليوم هالبرنامج هذايا جاهز وقاعد نكون في فريق باش يتحمل المسئولية ويتشبع بالبرنامج ويفاعل البرنامج أنا هالصفات هذية نعول على الإعلام وإن شاء الله الإعلام يكون واعي بدوره في المرحلة الحساسة هذية دوره التاريخي الإعلام هو اللي ماش ينجم يظهر من خلال مناظرات مكثفة من خلال لقاءات مكثفة مع المرشحين باش يظهر كل مرشح على حقيقته وباش المواطن التونسي نجم يختار الشعب التونسي راهوا واعي وراه شعب التونسي ماش يحدث مفاجآت في الانتخابات هذه انتو ما تعرفوا نحن كنا نعرفوا الشعب التونسي إذا الشعب التونسي يومًا أراد الحياة راهوا قادر على كل شيء لابد نخرج من هالانتخابات هذية برئيس وبرنامج قادر على إنقاذ البلاد لابد وهذه مسؤوليتنا الكل ومسؤوليت الإعلام أولًا لإظهار البرامج ولإظهار كل واحد على حقيقته الشعب التونسي قادر على هذا أولاده وبناته قادرين على هذا أنا مستقل ما عندي حتى هدف إلا إنقاذ تونس ما عندي حتى هدف إلا نخرج تونس ما البوتقة السيسية للنهار الكل يتعاركوا إلى بوتقة الاقتصاد والتنمية والتشغيل باش الناس وكلنا تفرهد وباش نعيشوا حياة أخرى الشعب التونسي قادر على هذا عاشت تونس وهي بلد صغير وعاش الشعب التونسي وهو شعب عظيم